هنشوف مع بعض مجموعة من الأدوات المنزلية الحديثة والأسكار والحيل والمنظمات وكل حاجة محتاجاها لبيتك أو مطبخك هتلاقيها في قناتي وكل طرق الحصول على الأدوات دي سهلة جداً وبسيطة ولو أنت متواجدة في مصر فالموضوع سهل جداً تقدر تحملي أبليكيشن أمازون مصر وتجيبي كل المنتجات اللي أنت محتاجاها لبيتك ولو أنت بره مصر تقدر تطلبيها من على تطبيق أمازون أو تطبيق عليك سيبرس أو تطبيق نون وفي نهاية الفيديو هقولك على كذا طريقة معتمدة تقدر تجيبي من خلالها كل الأدوات اللي أنت محتاجاها بكل سهولة ولو حابة تشوفي أدوات تانية كتير ما تنسيش تعمل اشتراك للقناة وتفعلي جرس الإشعارات للكل عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة إن شاء الله ويلا بينا بقى نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف الأدوات اللي هتتعارض معانا في الفيديو ده وهنا هنشوف مع بعض عندنا بسكت للغسيل تقدر أن انت تثبتي على الجدار أو جنب الغسالة وطريقة تثبيته بتكون سهلة جدا تقدر أن انت تحطي فيه كل الهدوم اللي بتبقى محتاجة تتغسل عندك وهنا معانا مجموعة من كتع تثبيت اللحاف أو البطاطين أو الستاير طبعا طريقة تثبيتها سهلة جدا زي ما انت شافة كده معايا من خلال الفيديو هنا هنشوف مع بعض عندنا كفر مصنوع من السيليكون طبعا الكفر ده بيجي متوفر كده بكذا لون تقدر أن انت تختار اللون المناسب ليكي وزي ما انت شايفة كده تقدر أن انت تثبتي بكل سهولة على كرسي الحمام وغير كده الكفر ده بيبقى سهل جدا في التنظيف بعد كده عامتنا أداة بتسعبنا على إزالة البزور أو النوى من مختلف أنواع الخضار أو الفكهة زي ما احنا شايفين كده ممكن تستخدميها للزاتون أو الفكهة الصغيرة زي البلح أو أي حاجة تانية بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مشترك كهرباء طريقة استخدامه سهلة جدا وحجمه صغير مش بياخد عندك أي مساحة وغير كده السلك بتاعه طويل جدا تقدر أن انت يتوصليه لأي مكان وتستفدي منه بكذا طريقة مختلفة بعد كده هنا معنا الجهاز اللي بيساعدك أن انت تعملي مختلف الأكلات على البخار زي أن انت تقدري من خلاله تسلق البيض أو أي حاجة تانية أنت عاوزيها هنا بقى هنشوف عندنا أداة بتساعدنا على كسر البرشام لنص أو لربع بكل سهولة على حسب وصف الدكتور طبعا وهنا هنشوف مع بعض عندنا حامل أو رف تقدر أن انت تثبتيه عندك على الجدار بكل سهولة وبعد كده تقدر أن انت تثبتي عليه الأحزائي بتاعت الحمام هنا هنشوف مع بعض عندنا منظم للحمام بيجي مكون من كذا درج بأحجام مختلفة فوق بعض كده بالشكل ده تقدر أن انت تنظم بيه مختلف أدوات الحمام زي المنازيل أو الفوت أو الشامبوهات أو الكريمات وغير كده كمان هوا بيبقى مزود بعجل يعني تقدر أن انت تحركي بكل سهولة في أرضية الحمام وهنا بقى هنشوف عندنا القطع البلاستيك اللي تقدر أن انت تثبتي عليها جوتيون الحلل أو المعالي اللي انت بتسترجميها وانت بتطبخي وهي طبعا بتساعدك أن انت تحافظي على الرخامة عندك أن هي تفضل نظيفة وأن المطبخ يفضل منظم ومرتب بعد كده هنشوف عندنا قطعة تقدر أن انت تقطع بيها الخضار أو الفكهة أو أي حاجة انت عاوزيها على شكل شرايح متساوية بطريقة بسيطة جدا وهنا هنشوف عندنا منظم للحمام تقدر أن انت تثبتي على قدار الحمام بكل سهولة من خلال أداة التثبيت اللي بتيجي معاه وبعد كده تقدر أن انت تنظمي بيه الشامبوهات أو الكريمات أو العطور وبعد كده هنا هنشوف مع بعض عندنا البلانشا أو القطعة اللي تقدر أن انت تقطع عليها الخضار أو الفكهة أو تقدر أن انت تقطع عليها الفراخ واللحمة وتعملي عليها مختلف أنواع سلطات بكل سهولة هنا هنشوف مع بعض عندنا السلكة اللي حجمها بيكون كبير شوية فبتساعدك أن انت تنظفي كل الموعين أو مختلف الأسطح اللي بتبقى موجودة عندك بطريقة سهلة وبسيطة جدا هنا هنشوف مع بعض عندنا أداة للمطبخ تقدر أن انت تخسلي من خلالها الخضار أو الفكهة وتقدر كمان تستخدميها كمصفة وتصفي من خلالها أي حاجة أنت بتخسليها فيها زي ما هو ظاهر كده قدامك من خلال الفيديو وطبعا طريقة استخدامها بتكون سهلة جدا بعد كده تعالي شوفي معايا منظم المطبخ الدوار ده تقدر أن انت تنظمي به مختلف أنواع الخضار أو الفكهة اللي بتبقى موجودة عندك أو تقدر أن انت تستخدميه في تنظيم مختلف المواد الغذائية أو إكياس البوكاليات دلوقتي هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من سلات النفايات طبعا السلات دي بتيجي عندك بأحجاب مختلفة تقدر أن انت تستخدميها عندك في الصالة أو في الحمام أو في المطبخ وهنا هنشوف مع بعض عندنا مكنة الخياطة حجمها بيكون صغير واستخدمها بيكون سهل جدا تقدر أن انت تخياطي بيها كل أنواع الهدوم اللي بتبقى محتاجة خياطة عندك بكل سهولة والنتائج بتاعتها الحقيقة مبهرة جدا زيها زي مكنة الخياطة العادية بالزبط بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا أداة مميزة بتساعدك أن انت تعملي من خلالها الصجوء أو تقدر يتحشي المنبار بكل سهولة تقدر يتعملي من خلالها الأكلات دي من غير ما تاخد منك وقت ولا جهده خالص بعد كده هنشوف مع بعض عندنا ممسحة الأرضيات الممسحة دي مرينة جدا في الاستخدام وبييجي معاها الجردل الخاص بيها تقدر أن انت يتدفيله المية أو أي مادة تنظيف بتفضليها ومن خلال الجردل ده تقدر أن انت يتنظفي الممسحة دي من كل الأوساخ اللي بتبقى موجودة عليها زي الشعر أو الخيوت أو أي حاجة بتبقى موجودة عليها وزي ما احنا شايفين مع بعض كده المية النضيفة بتبقى مفصولة عن المية اللي بتبقى مش نضيفة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا جهاز لصنع التلج الجهاز ده يقدر أن هو ينتج لك التلج في 6 دقيقة بس كل اللي عليك إنك تصبي فيه المية أو العصير أو أي حاجة عاوزة تحوليها التلج وبعد كده هو هيصنعها لك بنفسه وهنا هنشوف مع بعض عندنا منظم لمختلف أنواع وأشكال الديكورات اللي بتبقى موجودة عندك في البيت وطبعا بيكون في منه كذا تصميم وكذا لون بعد كده هنشوف عندنا طبق متقسم لكذا جزء الطبق ده بيبقى فيه مصفة بيساعدك إن انت تخسلي أو تصفي الخضار أو الفكهة به وغير كده تقدر إن انت تستخدميه كطبق تقديم وتقدمي به مختلف أنواع الخضار أو الفكهة تعالي بقى نشوف مع بعض عندنا الأشياط العريضة اللي بتساعدك إن انت تلمي كل المية أو التراب من على الأرضيات أو مختلف الأسطح اللي عندك بطريقة سهلة وسريعة جدا زي ما واضح كده قدامك من خلال الفيديو بعد كده عندنا إسفنجة للموعين وهي بتيجي على شكل سبونش بوب واللي تقدر إن انت تنظفي بيها مختلف الموعين اللي بتبقى موجودة عندك وهي بيجي معاها قاعدة كده تقدر إن انت تسبتيها عندك على الخض أو الجدار وتسبتي عليها الإسفنجة وغير كده شكلها بيكون كيوت خالص وجميل بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من المشابك اللي تقدر إن انت من خلالها تقفلي مختلف الأكياس وتستفيدي منها بكذا طريقة مختلفة زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو هنا هنشوف مع بعض عندنا كبة الفرم دي الكبة دي بيجي معاها ثلاث حلل تقدر إن انت تفرمي من خلالها التوم أو اللحمة أو البصل أو مختلف أنواع الخضار زي ما هو ظاهر قدامك كده دلوقتي من خلال الفيديو وطبعاً تقدر إن انت تحصل من خلالها على أفضل نتائج الفرم اللي انت بتكون محتاجاها هنا هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من الكتعة السيليكون اللي تقدر إن انت تسبتيها عندك على كرس الحمام وهي بتساعدك إن انت ترفعيه وتقفليه بكل سهولة من غير ما تضطر إن انت تمسكيه بإيديكي زي ما هو واضح كده قدامك من خلال الفيديو وبعد كده هنا هنشوف عندنا أكياس خاصة بالرحلات الأكياس دي تقدر إن انت تحفظي فيها المية أو العصير وهي بتاخد معاك تقريباً زي 7 لتر من أي نوع سوائل انت عاوزة تحفظيها وغير كده استخدامها سهل جداً هنا بقى هنشوف مع بعض عندنا الشماعة اللي تقدر إن انت تنظمي بيها البناطيل أو الجيب وغير كده تقدر إن انت تنظمي الشماعات دي فوق بعض بحيث إنك توفري عندك المساحة جوة الدولاب ودلوقتي إحنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جداً من المنتجات والأدوات الحديثة والأجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة أو في المطبخ أو في البيت عموماً وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة أدوات عملية جداً وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا إزاي نقدر نستخدم الأدوات دي وإزاي نقدر إن إحنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لنهايته عشان تشوفي معايا باقي الأدوات اللي هتتعارض بالفيديو ده وتقدر إن انت تعرفي إيه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي إزاي تقدر تحصولي على المنتجات والأدوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جداً وبسيطة ولو الأدوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك أتمنى إنك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والإشتراك ولو إنتي عندك أي استفسار عن أي منتج بالفيديو ده تقدر إن إتي تكتبيلي في التعليقات وأنا هرد عليك في أقرب وقت ممكن ولو الأدوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك أتمنى إنك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والإشتراك ولو إنتي عندك أي استفسار عن أي منتج بالفيديو ده تقدر إن إنتي تكتبيلي في خانة التعليقات وأنا هرد عليك في أقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي أدوات منزلية جديدة وأفكار تانية كتير ما تنسيش تدسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معنا في الفيديو ده هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معنا في الفيديو ده والادوات اللي محتاجها في بيتك او في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة تقدر ان انت تجيبي المنتجات دي بتلك طرق وطبعا تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة لكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبدايا تنكدها اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليكس بريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات أو أدوات عادية للتنظيف أو أجهزة كهربائية فأكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف أما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكون موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية أما مصاريف الشحن الفرنسا أو أمريكا أو الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفط شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فأعتقد أن الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم أو تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك أو الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدروا تطلبي منهم المنتجات والأدوات اللي انت عاوزيها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا ما زي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكوا عليها وعاوز أقولك أن طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك أو الانستجران عامل الأدوات المنزلية وبتقدر توصلي لها بكل سهولة أما بالنسبة للطريقة الثالثة فهي المحلات الموجودة عادي في الأسواق الكبيرة أو في المولات اللي بتبيع المنتجات والأدوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالأدوات المنزلية والأجهزة وجهاز العرائس بس كده دول الثلاث طرق اللي تقدرين ان انتي تحصلي منها على الأدوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو أي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي أتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر النواة يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة أتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم ولو الأدوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم أتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك أي استفسار في أي حاجة تقدر ان انتي تكتبيلي في خانة التعليقات وهرد عليك في قرب وقت أسيبكم في رعاية اللي ترجمة نانسي قنقر